أوروبا لن تترك أوكرانيا لوحدها لكن الحرب ليست حرب النيتو موقف ثابت لم يتغير منذ يوم الحرب الأول أما زيلنسكي فلم يقف متفرجا وطلبت دعم من الأوروبيين بعد أن طالب بالأسلحة من حكوماتهم إذا كنت تمتلك الخبرة العسكرية اللازمة ولم تتقبل موقف السياسيين المتفرج يمكنك القدوم إلى بلادنا من أجل الدفاع عن أوروبا معنا نداء زيلنسكي أقنع الآلاف الذين قدموا من مختلف دول العالم ليشكلوا بذلك الفيلق الأجنبية في أوكرانيا الذي بلغت إعداده في شهر الحرب الأول 50 ألف مقاتل على الأرض لم يكن دخول أوكرانيا بسهولة مغادرتها أما واقع المعارك فقد أنسى المقاتلين الأجانب في حرب العراق وسنوات الجحيم الأفغاني خزان الفيلق الأجنبي الأكبر كان من الأمريكيين والبريطانيين الذين يمتلكون خبرة قتالية تمتد لسنوات إلا أنهم ولأول مرة يجدون أنفسهم في الجانب الأضعف ولأول مرة يقتلون بدون غطاء جوي يدعم تقدمهم على الأرض زيادة على القوة النارية الروسية التي تفوق ما هو متوفر في الجانب الأوكراني كما ونوعا خبراء أكدوا أن الجيش الروسي استهدف مواقع الفيلق الأجنبي أكثر من غيرها خاصة وأن موسكو لم تخفي تهديداتها لا تخفي كييف اعتمادها على الأجانب أكان على الجبهة أو في مراكز تدريب الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الغربية مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش أكد أن مدينة سيفيري دونيتسك لم تكن لتصمد طويلاً لولا خبرة عناصر الفيلق الأجنبي في قتال المدن أما المصادر الروسية فتؤكد أن أعداد المتطوعين الأجانب في تناقص كبير بعد أن قتل منهم المئات أما من تمكن من مغادرة أوكرانيا فلم يخفي إحساسه بالخيبة كون مشاركته لم تكن حاسمة في حرب عنيفة أكثر من غيرها